أهلاً وسهلاً بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطالة استعداد لفروض المرحلة الرابعة أو الفرد الثاني للدورة الثانية للمستوى السادس ابتدائي نرى نموذج للفرد خمجورج الدورة الثانية لمادة النشاط العلمي للمستوى السادس ابتدائي إذن نموذج على شكل بدأ أفعاد القاوة في الوصف بيش خدموا النموذج والساعدة مزيان امتحانات إذن نبدأ بسؤال الأول سؤال الأول إذن عندنا بعض الشكل إذن نحاول نحدد اسم الشكل إعطي اسم جهاز تناسلي الممتل على الوثيقة واحد إذن بالنسبة الوثيقة واحد فهي تمثل ماذا؟ الجهاز تناسلي الأنتوي إذن نكتب جهاز تناسلي أنتوي إذن هنا نكتب جهاز تناسلي ماذا؟ أنتوي يعني عند المرأة أو الأنتة تناسلي أنتوي إذن أعطي اسم كل عضو من هذا الجهاز إذن واحد ماذا تمثل يمثل مابيد إذن واحد يمثل مابيد واحد يمثل مابيد إثنان يمثل خرطوم أو قناة مابيدية نكتب الخرطوم وسلق قناة مابيدية صحيحة الكلمات بجوزها حين الخرطوم ثالثا ماذا يمثل ثالثا يمثل الرحم إذن نكتب هنا رحم رابعا ماذا يمثل بالنسبة الرابعا يمثل عنق الرحم إذن عنق الرحم وخامسا ماذا يمثل ويمثل مهبل أو المهبل إذن نكتب مهبل إذن هذا بالنسبة السؤال واحد أو نشاط واحد ثالثا إذن ما هي وظيفة العضو التناسلي الرقم ماذا الرقم واحد إذن الرقم واحد خلنا شنا هو مابيد وما بيد الضور ديالو إنتاج البويضات إذن إنتاج ماذا البويضات إذن إنتاج البويضات سؤال الرابع ما هي علامة البلوغ المشاركة بين كل من الفتاة والفتاة إذن ذكروا الأنتا ما هي علامات البلوغ؟ كم بزاف ظهور شعر العانة ظهور حب الشباب نمو الأعداء التناسليات تصارع في النمو إلى أخيري يعني كدد الطول كدد الوزن إلى أخيري بشكل يعني ملفت إذن نكتبه بعض العلامات ظهور شعر العانة إذن تحت الإبط إلى أخيري إذن ظهور حب الشباب لكي يكون في الوجه وممكن في اللحم كامل ظهور حب الشباب أو حب الشباب لكي نقول له إذن نمو الأعداء التناسلية نمو الأعداء التناسلية إذن تهي من علامات البلوغ كذلك تصارع أو تزايد في الطول والوزن تصارع في النمو تصارع في النمو نعم أحسنتون تقلو اكسفيته 2 en فرنسي نشارة الجوج بالفرنسية إذن منسبة نشارة الجوجول يمتل كالندري ده سيكل أوفاريان جناو سيكل أوفاريان هي دورة المابيد عند المرأة إذن قال لك جو كولوري لأperiode ده منسرع راكل أو couleur rouge et لأperiode ده فرتلتة en couleur vert إذن شحليكم بيدا الغاغل هي فترة الحايد وبالنسبة لأperiode de fertilité هي فترة الإبادة إذن بالنسبة أول حاجة باش نعرفو فترة الغاغل وفترة الإبادة إذن خصنا يكون عندنا شحل الدورة الشهرية فيها إذن بالنسبة للدورة الشهرية عند المال آن ممكن تكون فيها 28 وممكن تكون فيها 30 لحسب ولكن اللي كتكون عندها مضبوطة اللي كتكون عندها 28 إذن هنا بالنسبة لهذا الجدول ما محدشنا بفترة شحل 28 ولا 30 إذن نقول أننا حيث المتوسط يكون 28 ولكن هذا السؤال لا شي كامل إذن كان 28 مثلا نفترضو أنها إذن جاتها مثلا الغاقل يعني جاتها المسكوياتيون يعني الغاقل يعني الحيد نهار 28 مثلا نهار 28 إذن 28 باش نعرفوا حيث قسموا على جوج 14 كنقص 14 ريوم باش نعرفوا الاباريود دفرتيليتي اللي هي الإبادة يعني نقص 14 يعني فترة الإبادة تجيها نهار 14 إذن ناخدوا اللون الأخضر إذن ناخدوا 28 ناقص 14 كنقص 14 إذن كنقص 14 صافي ولكن هنا قلنا أن الفترة نعدنا 28 يوم إذن غير افتراض لأن السؤال ماشي واضح حسو يتوضح قاس كتعطي شحال الدور الشهري في 28 و 30 و إمتاجتها مثلا الشهال قبل إمتاجتها الغاقل باش نعرفو الشهال المبرا إمتاجتها الغاقل إذن قلنا مدام عندها 28 إذن قلنا الدورة 28 إذن بالنسبة جوغ اللول هو واحد وآخر جوغ دوسيك لإذن عندها 28 يوم إذن عندها 28 أوكي غير افتراض ولكن السؤال ماشي واضح إذن نكمل النشاط الثالث إذن أصل بخط بين عمر جانين والمرحلة المناسبة له عمره شهران أربعة أشهر عمره شهر واحد ستة أشهر إذن شهران وشهر واحد هذه تسمى الفترة الجانينية شهران وشهر بالنسبة لأربعة أشهر وستة أشهر كتسمى الفترة الحميلية أربعة أشهر وستة أشهر إذن تقلوا السؤال ثاني عندها بالنسبة السؤال ثاني ما هي الاحتياطات التي يجب اتخاذها من طرف لحفاظ على سلامة الحمل إذن لحفاظ على سلامة الحمل خاصة تغدم زيان خاصة تمشا خاصة نعسم زيان خاصة تعمل فحوصات كل دور يعني كل الجهور ولا فحوصات دورية إذن كي نمجموعة من احتياطات خاصة تشرب الماء بزاف خاصة يعني متعرش الأعصاب إلى أخري بزاف لحويج بشك تحفظ على سلامة جنين إذن نعمل بعد الاحتياطات نعمل التغذية السليمة التغذية السليمة إذن النوم مثلا الكافي خاصة نعس لعدد الكافي من الساعة إذن النوم الكافي كذلك مزاولة المشي أو مزاولة الرياضة مش الرياضة غير المشي بين قوسين المشي كذلك فحوصات دورية إذن تقوم بفحوصات دورية بس تشوف الجانين وش الوضعية إذن شرب الماء بكترة شرب الماء بكترة نعم تقل السؤال ثلاثة اعطي اسم كل رقم في الوثيقة ثلاثة إذن الوثيقة ثلاثة هو واحد شنو كتمتلنا كتمتلنا المشيمة المشيمة إذن عندنا مشي مشيمة إثنان ماذا يمثل يمثل كيس سلوي واللي فيه الماء لكي خلي الجانين يعيش إذن كيس سلوي ثلاثة ماذا يمثل يمثل جانين إذن يمثل الجانين وأربعة ماذا يمثل يمثل حبل سري إذن حبل سري إذن هذا بالنسبة الأسماء رابعا ما هو العضو الذي يزوي الجانين في رحم أمه بالغداء والتنفس إذن هو المشيمة رقم واحد إذن المشيمة المشيمة يعني اللي كيدوز لها يعني بوسطها كيدوز الأكل وكيدوز يعني كيخضر يتنفس إذن هي المشيمة ما هي مراحل ولادة الطبيعية يعني ولادة الطبيعية المراحل ديالها أول الحاجة التسع عنق الرحم يعني كيبدأ التسع فشار تسع تسع عنق الرحم بعدها أشنو كيبقع خروج الحميل يعني كيخرج خروج الحميل خروج الحميل بعدها طرد المشيمة إلى الخارج إذن خاصة المشيمة تخرج طرد المشيمة إلى الخارج طرد المشيمة إلى الخارج هدو مراحل الولادة الطبيعية إذن غير بش رجع لكم هاد السؤال اكتيفيت دو رأس سؤال في علامة استفهم لأنه ما فيش معطيات كاملة إذن نتمنى 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 أنها عندها دورة شهرية 28 يوم وأن البداية ديالها يعني هاد يعني هاد يبدأ من واحد وكيثى لنهار 28 إذن فترة الإبادة تكون نهار 14 إذن نتمنى 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 شكرا وإلى اللقاء